السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والأصدقاء ديالي توحشكم بزاف بما أنه في فصل صيف ونسكت ديالكيكات بزاف القوتي عندي واحد الفيديو ديالكيك صحي اللي هو المكونات صحية بالإضافة لتوت الكوجي فقلت تمنى نسلم عليكم ومنها نشارك معاكم هاد الكيك وان شاء الله نتمنى لكم فرجة ممتعة وما تنساونيش باللايكات والباتاج والاشتراك في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما ننزل شي جديد بإذن الله على بركة الله كما شدوا المكونات بينه البيض الطبيعي اللي هو دوي السكر كما عارفين بأنك نستعمل غد السكر الطبيعي اللي مكون من الخضر والفواكه واللي ما وتقدروا تستغنوا عليه وتستعملوا العسل الحرائي لعندكم وطبعا زيت زيتون بالنسبة المكونات اللي هيكون الجديد في هاد الكيك هو التوت الكوجي أو اللي كيسميه التوت الذئب اللي هو توت صغير في حجم ديال الزبيب لونه حمر كما شتفت صورة كين مفكل من الصين ومنغوليا وكتر عليها الحديد في العشر السنوات الأخيرة اللي بسبب الفوائد الغذائية والصحية اللي كيحتوي عليها لأنكيحتوي علي العديد من المواد المغدية والمعادين والفيتامينات جميل في هاد الكيك أنا كما كتستعمليش الخلاط الكهربائي غيب اليد وكيما قد كم فيه زيت زيتون ويمكن اللي كتستعملو تستبدلو زيت زيتون لما عندكم بجزيد جوز الهند أي زيت صحي مهم تتبعدو من زيوت المهدراجة في الكيكات وفن تم ملينت سكار اللي كانوا مسكار يقدروا يستعملوه كبديل لأن هاد التوت الغوجي راه تم استخدامه كعش بالطبي منذ حوالي 2000 عام وكيحتويه تقريباً على 27% من فيتامين سي وكيحتويه عنده واحد الوفرة كبيرة من الألياف والمواد الكيموية النباتية فهذا الفاكهة عنده واحدة نكهة لطيفة وممكن تنقعه في الماء قبل الاستعمال اللي بغيته لأنه يكون ناشف منك يكون مجفف يكون صعب باش خصوصاً لناس الكبار السن فممكن هيكون صعب عليهم المدرد ياله فدائماً ممكن تنقعه في الماء قبل استخدامه وكيما قلت لكم إلا كنتي ما بين الأشخاص اللي كيفطلون العلاجات الصحية التقليدية والطبيعية فإن التوت الغوجي أو الكودي هو اللي استعملتها مرة هتبقى دائماً كتفضله من بين الفواكه المجففة من فوتوش هو نصلت لكم الضوء على أهم فوائد ديال هاد التوت الكودي هو أنه كيعزز صحة العين وكيعزز الجهاز المناعي وطبعاً الأمر ما كيتعلقش غير بالإيجابية دائماً في أي شيء خلق لنا الله سبحانه وتعالى لجب كذلك منين فهمه فوائد التوت الغوجي يوجب علينا كذلك إدراك الأطار الجانبية المحتملة وهذاك شيء ليش خسنا نوازنه في الاستعمال دياله أنه أي حاجة كما تنقول إذا زادت الشيء عن حدين قلبة إلى ضده ولكن في نفس الوقت راكين ناس اللي كيقدروا يسبب لهم حساسية أو يدير لهم الحكة أو توروم وهو كيم كله يدير تدخلات مع بعض الأدوية بحل ما الناس اللي عندهم السكري وكانوا كياخدوا العلاج السكري من الأحسان يتفداوه يا إما ياخدوه في الفترة اللي كونه ما كياخدوش الهلاج حيث كي الناس اللي كيعتمدوا من مرضى السكري اللي بدو كيعتمدوا على الأعشاب فقط كياخدوا بحل دبال قصبور اليابس اللي انتشرت مؤخرا السمعة دي القصبور اليابس واللي كيساهم في علاج أو ضبط السكر عند بزاف دي الناس فهم استغنوا على العلاج ديالهم فممكن كذلك في التغذية ديالهم يستعملوا الكوجي لكن إلا كنتي كتاخدي العلاج ديال السكري من الأحسان ما تستعملش هاد التوت ممكن يدير النزعاج الهضمي عند بعض الناس ممكن يدير انتفاخ المعيدة إلا ما كنتيش معتاد على واحد الحمية ديال الألياف لأنكين بدنات الناس اللي ممنوعين من تناول الألياف ثم كتعرفوني أنا دائما ماشي بمجرد الفيديو من أجل الفيديو داكي الناس اللي كيقولك هذي زوينة 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 مفيدة مفيدة كيتكل إيجابيات ومتيتكلوش السلبيات لأنه ماشي اللي هيليقع على هاد الإنسان أو هيناسب الجسم ذات الإنسان هذي ناسب الآخر أو اللي هيناسب معدة هات الشخص هيناسب الجامعة دائما خصناك يا إيمان نصيحة كنكرها وكنعيدها دائما كل شخص منا لازم يعرف الجسم دياله يعرف الفصيلة ديتم دياله هكذا باش يعرف كيفاش يتعامل في التغذية المناسبة ودائما ندي نكررها وان شاء الله يعني تكون في ميزان حسناتي هو أهم نصيحة أنه دائما تناوله المواد الموسمية لأنه لما كانت ناوله أي مواد فاكهة أو خضر أو أي مكون خارج الموسم دياله من هناك جينا الإنفلاميشن اللي هي كتكون سبب السرطانات كتكون سبب الفشل الكلاوي مرض السكري والأمراض المزمينة المعروفة داب أخوتي الفيديو كيما وصلنا النهاية شوفوا الكيك كيف جا كي يجير طب غزال صحي ممكن أنك تدري الإضافات سواء من المكسارات أو الفوكيل الجافة اللي كتناسب الجسم ديالك ووليداتك ممكن تدري في القلب بحلقة طويل أو القلب مستدير أو تدري في كاشكل كابكيك باش هكا توليدتنا في الأيام الدراسة يقدروا ياخدوهم معهم هكذا كل واحد قطعة دياله بدل ما يشيروا الحلويات ديال الشارع هكذا يا لأنك وليدتنا كي يجوعوا أو حتى من يجيوا من المدراسة يلقوا هذي الكيك هكا جاهز صحي حتى اللي هنا عاي خلص الفيديو ديالنا كنت من لكم عطلة سعيدة إن شاء الله وممتعة وكما هذي نمو اللي نذكركم إلا أعجبكم الفيديو ما تنسونيش بالاشتراك في القناة والبرتاج وتعليقاتكم المحفزة دمتم في أمان الله وحبكم في الله شكرا